السلام عليكم أهلا وسهلا متابعين الأعزاء هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم مشاجرة بين عائلتين بأسوان سيطرت قوات الأمن على الموقف في قريطة المنصورية في محافظة أسوان بعد وقوع مشاجرة كبيرة بين عائلتين أدت لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين وقال المصدر أن ما حدث مشاجرة بين عائلتين هم عائلة الحمداب وعائلة الحماد حيث بدأ الخلاف بين زوج من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الثانية ثم تطور الخلاف بينهما ليتدخل أفراد العائلتين حتى تطورت الاشتباكات إلى حد استخدام الأسلحة واستوانات البتجاز وإشعال النران في عدد من المنازل بقريطة المنصورية ووقوع فريات ومصابين من الطرفين الضحايا الثلاثة بحسب مصادر أمنية هم من عائلة الزوج الحمداب وأشارت إلى أن قوات الأمن انتقلت للمكان في وقت سريع بالرغم من بعد القرية عن مدينة أسوان ما سيطرت على الموقف لحول قوات إلا بالله العليل العظيم خلاف بين زوجين يتفخم ويتبر ويتدخل العائلتين وناس تموت وناس تصاب ربنا يتولينا برحمته ترجمة نانسي قنقر